كما يقال فإن الشيطان يكمن في التفاصيل وها هو الآن يظهر جليا كما طب عند أول انفراجة تتوقع أربيل أن تحل الأزمة بعدما رشح عن اتفاقات أولية بينها وبين بغداد رئيس الوزراء حيدر العبادي وفي مؤتمره الصحفي الإسبوعي قال إنه لن يمنح كردستان العراق نسبة 17% في موازنة 2018 مؤكدا وجود صفقة لتمرير هذه الحصة في الموازنة مقابل تسليم رئاسة الوزراء لأحد الأحزاب السياسية 2017 الحالي لها نسبة الأقليل 17% نحن الآن في موازنة 2018 رويناها نسبة السكان وبها عدالة 17% ليس على أساس صار اتفاق سياسي منذ فترة والاتفاق السياسي ادعمني أنا أعطيك فلوس أنا ما نجد غير الشعور البرلمان يردوني يسووها أنا ما وافق تريد تكسب بالانتخابات القادمة حتى يطبقون وياك حتى يجيبوك رئيس وزراء أو الكتلة الفنانية يصير زراء هذا عمل باطل هذا اللي ضيع البلد تصريحات العباد الغاضبة هذه كان لها ما يبررها بعد دعوة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على غير عادته لحل الأزمة بين بغداد وأربيل في لقاء مع إحدى القنوات الكردية لافتا إلى ضرورة إعادة الأمور إلى مجاريها قبل الانتخابات ملمحا إلى إمكانية منح الأكراد حصتهم من الميزانية على غيرال الأعوام السابقة أنا أدعو أن نباشر الآن قبل الانتخابات ولا أجد مبررا لتأجيل قضية الحوار إلى بعض الانتخابات الطريقة المعتمدة هي أن الثروة الموجودة في العراق جميعا في الجنوب في الوسط في الشمال تجتمع في وعاء واحد اسم الموازنة هذه الموازنة يجتمع فيها عائدات العراق وتوزع وفق النسب السكانية الكرد يأخذون حصتهم التي كانت قد أقرت في وقت سابق 17 الآن الحكومة طرحت أنه النسب السكانية أقل هذه مسألة متروكة للبرلمان رسائل أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم أنها شكلت مخاوف لدى العبادي فيما لو توجه الأكراد فعلا لتشكيل تحالف مع المالكي الذي كان إيجابيا معهم وظهر خلال اللقاء أقل حدة بالتعامل مع الأكراد لكن للنائب كرم كلمة أخرى قالها على عجل تبدوك إقران بما يجري مفادها أن قادة الشيعة كما يصفهم يغيرون سياساتهم بمجرد وصولهم إلى الحكم توصيف يلخص واقع الحال بحسب المراقبين في عملية سياسية لا تزال تخضع للتغيرات وفق المصالح فأعداء الأمس هم أصدقاء اليوم بالنسبة لفرقاء العملية السياسية كتوجه عام للمحافظة على المكاسب فالعبادي حاليا وجد من الاستفتاء فرصة تاريخية استخدمها للإطاحة بالقادة الأكراد وأعلانه بالتوازي بداية حملة للقضاء على الفساد كتحصيل حاصل لعزل منافسيه والفوز بولاية رئاسية ثانية اشتركوا في القناة